موسيقى تعرف نحن دايما هيدا السؤال دايما نسأله للرب ليش؟ طب ليش يا رب؟ في قصص كتيري أنا وياك اليوم عنا هيدا السؤال عنا علامة استفام محل ما الرب يحط نقطة عادة نحنا منشيل النقطة منحط علامة استفام ليش؟ مش عادل؟ ليش أنا ما بشوف هيك؟ ليش أنا هكي مبدي؟ ليش ما بتعمل هيك؟ وفجأة نحنا منحاول بصلواتنا حتى نعتقد بأنه فينا نقدر نبروم إيد الله هيك نحطها هكذا عموة شو أنا عمل لك؟ أسمعني يا أحبا تاني فكرة بدك تذكرها مع اليوم لما الرب يقول ليش هيدا هذا يعني عنده لالك أحسن نحن لا عصفور بالإيد ولا عشرة 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 ربال ليش هيدا أختي خيتي تعرف أنا عم نكت نضحك سوا بس موضوع مش بس موضوع عريس موضوع شغل موضوع عرارات بالحياة موضوع موضوع مصير موضوع قرارات مصيرية نحن سمعني يا أحبا إذا الرب قال لا فكرك أنه بعد سنتين تليترا هيدا يقول ليه؟ لأنه الرب عادة بيقول سمعني يا أحبا يا لا يا سمعني يا نطور يا أحبا يا لا يا نطور يا نطور ونحن عادة مش حبين للأ والنطور اعة مليون دولار اى فراري اى ما شو حلو الرب بسمعني أحبة حتى لو سبع مرات ضليتك مصر على أمر ما هذا ما رح يغير رأيي الرب بالموضوع محل ما بقول لا يعني لا حتى لو نطرت سنين محل ما قال لا أصلا يعني لا الموضوع ما له دخلي بالشغل أو بالناس أو بالظروف أصلا يعني هذول مش منيح لا ما قال هيك الرب على كول مش منيح على كول مش إلك